السلام، اليوم إن شاء الله رح أشرح الجملة المقلوبة أو المعكوسة في اللغة الإنجليزية أو زي ما يقولوا لها باللغة الإنجليزية أمفاجن أو العكس أو القلب، أوكي؟ ما هو العكس أو الأمفاجن؟ كيف نستخدمه في اللغة الإنجليزية وكيف نستخدمه في اللغة الإنجليزية؟ الأمفاجن أو العكس يعني أنه تغير ترتيب الكلمات أو تعكسها أو تقلبها كأنك تسوي سؤال بس أنه مو سؤال هي جملة، أوكي؟ شوفوا هالجملة هذه جملة عادية كيف أعكسها أو أقلبها في اللغة الإنجليزية؟ يعني أخليها أنفاجن رح أحط never في بداية الجملة علشان أحط التشديد عليها أو علشان أخليها الكلمة المهمة في الجملة هذا يعني رح أغير ترتيب الكلمات اللي بعدها رح تصير شوفوها كأنها سؤال بس أنه رح نقرأها كأنها جملة أوكي؟ لأنها أصلا معكوسة أو مقلوبة خلوني أشرح بتفصيل أكثر شوفوا الجملة الأساسية العكس أو المعكوسة never has grammar been so easy نحط never في بداية الجملة عشان تكون الكلمة المهمة في الجملة أو عشان أشدد عليها أشدد على كلمة never وgramma عندنا في الجملة رح تشوفوها الفاعل أو subject وهذا اللي هو auxiliary verb أو الفعل المساعد هنا وبين اللي هو الفعل الأساسي negative adverb plus auxiliary verb plus subject plus main verb هذه قاعدة العكس negative adverbs plus auxiliary verb plus subject plus main verb هذه القاعدة الأساسية للعكس رح تستخدموها عشان تعكسوا بهذه الطريقة ترجم لها القاعدة اللي هو negative adverb اللي هو الحال أو الظرف المنفي زايد اللي هو auxiliary verb اللي هو الفعل المساعد زايد الفاعل اللي هو subject زايد الفعل الأساسي اللي هو main verb هذه قاعدتها الأساسية فصلها شوية في الجملة الجملة عندنا الحال أو الظرف المنفي هنا اللي هو negative adverb اللي هو never والفعل المساعد اللي هو has والفاعل اللي هي grammar والفعل الأساسي اللي هو been اللي هو past participle أوكي been أو been زي ما تبقوا تنطقوها قبل ما أدخل في شرح الفيديو طبعا رح أشرح الفيديو على مجموعتين المجموعة الأولى اللي هو negative adverb اللي هو الحال في اللغة الإنجليزية تجي بالعادة بكلمات في اللغة الإنجليزية محددة اللي هي never not only و rarely never not only و rarely المجموعة الثانية اللي هو شوية معقدة لأنه رح أضيف عبارة وايجز اللي هو time phrases time phrases رح تجي بكلمات say not until only when not sense not until only when not sense لأنه رح نضيف في القاعدة عبارة وقت وهي رح تغير شوية في القاعدة الأساسية للعكس أو القلب في اللغة الإنجليزية رح أشرحها بعد شوية إن شاء الله قبل ما أبدأ بالأمثلة على المجموعتين في شغلة لازم أقولها عن العكس أو الإنفاجن باللغة الإنجليزية واللي هي العكس في اللغة الإنجليزية الشائع في الإنجليزية المكتوبة أكثر من الإنجليزية المتحدثة أو المنطوقة بس ممكن تستخدمه في الإنجليزية المنطوقة عادي ما هو ممنوع بس إنه شائع في المكتوبة ليش هذا يوديني للسبب الثاني اللي هو إنه العكس أو الإنفاجن formal اللي هو رسمي عشان كذا هو شائع في المكتوبة الناس لما تتكلم مع بعضها البعض إنت مع أهلك مع أي أحد يقرب لك أو أصدقائك ما تتكلم بطريقة رسمية تتكلم بطريقة عادية غير رسمية عشان كذا هو شائع في المكتوبة أكثر من المنطوقة ليش نستخدم الإنفاجن أو العكس يستخدم الإنفاجن أو العكس لجعل كلمة مختلفة في الجملة هي الكلمة المهمة وإضافة تشديد عليها يلا ناخد بعض الأمثلة عليها علشان تكون سهلة أو تنفهم أكثر شوفوا هالجملة الأساسية اللي هي كيف أعكسها؟ كيف أخليها أنفاجن باللغة الإنجليزية؟ راح نستخدم القاعدة اللي هي قلتها قبل شوية راح نحط حال أو ظرف منفي اللي هو negative adverbs اللي هو not only راح أستخدم not only بعدين راح أحكس الكلمات اللي بعدها طبعا كأني أسوي السؤال بس اللي ما أنا قاعدة أسوي السؤال هي جملة راح تصير not only do I eat well I also exercise not only do I eat well I also exercise شايفين هي ماشية مع قاعدتها اللي هي negative adverbs plus auxiliary verb plus subject plus main verb طبعا ليش أنا هنا حطيت do كفعل مساعد؟ ليش؟ إذا طلعتوا في الجملة الأساسية في الجملة راح تلاحظوا أنه eat في المضارع راح تلاحظوا أنه eat في المضارع البسيط في اللغة الإنجليزية اللي هو present simple present simple عشان كذا لازم يكون الفعل المساعد في present simple كمان اللي راح يقوم في الفعل المضارع البسيط كمان اللي هو do طبعا هي negative verb negative adverb هنا في هذه الجملة اللي هو not only plus auxiliary verb اللي هو do plus subject اللي هو I المين verb الفعل الأساسي في الجملة اللي هو eat not only do I eat well I also exercise not only do I eat well I also exercise كمان مثال عليها شوفوا هالجملة الأساسية I eat pasta I also eat vegetables I eat pasta I also eat vegetables تقدروا توقفوا الفيديو وتحلوها بنفسكم راح أقول الحال اوكي العكس راح تصير not only do I eat pasta I also eat vegetables not only do I eat pasta I also eat vegetables طبعا راح أعطيكم جملة أساسية وانتو حاولوا تحلوها أو تخلوها معكوسة مستخدمين القاعدة اللي في الشاشة الجملة الأساسية I rarely went to the gym in my twenties I rarely went to the gym in my twenties أوكي راح أعطيكم تلميحات عشان تحلوها أو أعطيكم شوية مساعدة الحال أو الظرف المنفي في هذه الجملة اللي هو rally اللي راح تحطوه في بداية الجملة طبعا قبل ما تحطوا فعل مساعد ركزوا على الفعل الأساسي في الجملة اللي في الجملة الأساسية اللي هو هنا went أوكي طبعا هنا هو في الباست سيمبو اللي هو في الماضي البسيط راح تستخدموا فعل مساعد في الماضي البسيط بس انتبهوا لما تستخدموا فعل مساعد في الماضي البسيط الفعل الأساسي راح يرجع لحالته الأصلية أوكي ما عد راح أقول أكثر من كذا حاولوا تحلوها في التعليقات يلا نجي للمجموعة الثانية اللي قلت عنها إنها مجموعة شوية معقدة لأنها تغير شوية في القاعدة الأساسية للإنفاجن أو العكس طبعا خلوني أعطيكم جملة أساسية شوفوا هالجملة الأساسية I don't get paid until Friday I don't get paid until Friday كيف أعكسها كيف خليها معكوسة أو كيف خليها أنفاجن أوكي Not until Friday do I get paid Not until Friday do I get paid عندنا until تحتاج تكون محددة في الأنفاجن يجي معها وقت يعني تحتاج يكون معها وقت يعني لازم حدد إيش هو الوقت هنا اللي هو Friday هو يوم الشبعة يعني تقريبا نفس القاعدة الأولى بس أنه راح نضيف عبارة وقت راح تكون زي كذا negative ad verbs اللي هو not until plus time phrase اللي هي في الجملة Friday plus auxiliary verb اللي هو do في الجملة plus subject اللي هو I plus main verb اللي هو get كمان جملة ثانية علشان تثبت الجملة الأساسية I want shopping until Friday I want shopping until Friday طبعا زي ما قلت في البداية تقدر توقف الفيديو وتحلوها بنفسكم بعدين تشوفوا إذا هل لقم صح أو لا كيف أعكسها راح تصير not until Friday will I go shopping not until Friday will I go shopping خلوني أروح لمثال معقد شوية خلوني أروح لمثال معقد شوية اللي هو when I get home I'm going to call my parents when I get home I'm going to call my parents هذه الجملة الأساسية كيف أعكسها أو خليها أمفاجر في اللغة الإنجليزية راح تصير only when I get home am I going to call my parents only when I get home am I going to call my parents شايفين العكس صار في الجملة القسم الثاني في الجملة ما هو في القسم الأول ليش؟ ليش ما صار في البداية لأنه عندنا when تحتاج تكون محددة بعبارة وقت اللي هي عبارة الوقت هنا اللي هو when I get home when I get home متى راح تصل على والدية لما أوصل للبيت يعني هنا when مربوطة ب when I get home عشان كذا ما راح أقدر أعكسها لأنها عبارة الوقت هنا عبارة الوقت ما تقدر تأكسها أوكي؟ فعكسنا القسم الثاني في الجملة ما هو القسم الأول مثال ثاني only when I get home will I make dinner only when I get home will I make dinner يلا راح أعطيكم جملة أنتو حلوها في التعليقات بس لا تخاف راح أعطيكم مساعدة الجملة الأساسية I haven't played tennis since I was a child I haven't played tennis since I was a child كيف أعكسها؟ أو كيف تعكسوها؟ راح أعطيكم خيارات للعكس في الجملة أوكي؟ راح تكون not since فراغ a child فراغ تنس not since فراغ a child فراغ تنس إيش الإجابة الصحيحة؟ أعطيكم كمان خيارات رقم واحد was I I have played was I I have played أو رقم اثنين I was have I played I was have I played طبعا الحل راح يكون هذا المساعدة الثالثة طبعا راح يكون السبب في أنه اخترتوا مثلا الإجابة رقم مدري إيش راح يكون نفس الشرح اللي شرحته في اللي قبلها أوكي؟